هنتكلم عن الفنون هنا في باريس أهلاً وسهلاً بك هيبا المعز تطوعاً خبيرة الفن المعاصر وكمان منظمة معارض في مصر في الوطن العربي وفي باريس هنتكلم النهاردة على أكا أرت ان ديزاين فار اللي في دورته العاشرة في باريس من يوم 18 إلى 20 أكتوبر يعني الويكاند ده كنتي في أجواء العروض في باريس الدائرة الثالثة أهلاً وسهلاً بك في برنامج هوا الأيام أهلاً وسهلاً إزايك سميرة وحشتيني وأنتي كمان جداً مبسوطة جداً يكون معاك النهاردة والله أنا اللي سعيدة جداً لإني بشوفك دي حاجة طبعاً لازم أقولهالك سعيدة إن بشوفك وكمان سعيدة لإني هنتكلم عن موضوع أنا بحبك كتير وبيهمني كتير الفن المغاصر وخاصة الفنانين اللي موجودين عندنا من المنطقة العربية والقارة الإفريقية وهو ده يمكن كمان أسلوب وفلسفة معرض أكا أيضاً كما أفريكا أكا Art and Design Fair في باريس أنت مش أول مرة طبعاً تيجي هنا في منطقة للدولة ومش أول مرة أكا فكلمين عن الدورة العشرة دي اللي هي كانت برضو منفتحة أكتر للعالم وفي معارض كتير أو منظمين كتير جايين من العالم كله بالزبط دي زي ما أنت قلتي يعني بشكرك مرة تانية لإستدافتك المرة دي لتانية لتاني مرة معاك ودي رابع مرة بشترك فيها في الأكا وأنا مبسوطة جداً برضو وفخوراً أنا يعني بمثل مصر يعني لأن دي حاجة مهمة وزي ما أنت قلتي أنا بدعم الفن المعاصر والفنانين المصريين وعندنا فنانين من أفريقيا أو من مصر فيه يعني مواهب كبيرة جداً وده هدف يعني ده درنا أن إحنا نوضح المواهب دي أنت بتعملي أكتر من ما توضحي المواهب دي أو تعرض دي وما أنت شبهة يعني خلينا نقول مناضلة لأنك بتحبي قوي تسعدي وتظهري المواهب دي إيه الفرق ما بين كل الدورات اللي فاتت والدورة دي الدورة العاشرة لأكا أنا المرة دي كنت مهتمة كمان يعرض فيها فنان برضو ودي تالت مرة برضو عارض له أماد الفنين وده حاجة مهمة أوي أن الناس تتعرف شغله بطريقة مختلفة وكان عامل مشروع فني مهمة أوي عن مختلف عن المرات الكثيرة بالضبط المرات دي لوح فنية بانتير أكتر يعني أكريليك بالضبط وكان هو دايماً هو بيشتعل دايماً على الأركايف وكل الحاجات القصص اللي احنا ممكن نكون ناسينها ممكن نكون مش واخدين بالنا منها فالمرة دي كان عامل عن النوبة وعن مملكة كوش اللي هي أورادي دي كانت حاجة ممكن نكون احنا ناسينها خالص ودايماً بيعمل الحوار ما بين الحاجات القديمة والأيام اللي احنا معاصرينها والماضي والحاضر بالضبط كده وده مشروع مهمة أوي لأنه هو بيوضح قد إيه دي إحنا إيه تاريخنا وجايين منين وصلنا وجزرنا وهو طولهم بيشتغل على طول على الموضوع ده واللي بيحصل برضو دلوقتي في السودان ساعت بإحنا مننسى إيه اللي بيحق يعني إحنا مين وده موضوع لأنه هو عمل خد كل يعني خد موتيف وخد نمازج من هذه الفترة وحولها للوح فنية كنوع أكنها قصة جديدة بيحكيها بطريقته هو فدي كانت برضو حاجة مختلفة الناس كل الناس برضو عدثت يعني إيه الكوش أو المملكة الكوش دي جاي منين فده كان حاجة كويسة إحنا برضو نوضحها ونعرضها بالشكل ده أمد الفدني فنان مصري سوداني هو مولود في السودان تعرفنا عليه كمان في أكا وكان لنا الحظ أن إحنا هو مولود في مصر وهو سوداني وهو سوداني بالظبط وكان لنا الحظ أنه عزمناه هنا في منتكار للدولية لأن كنت تعرفت عليه معك في أكا المرة اللي فاتت وبالفعل المرة دي المعرض مختلف لأن لوحات فنية المرة اللي فاتت كانت صور فوتوغرافية بس على مدى السنين يعني هو شارك قبل كده وأنت كمان كنت بتعرضي له يعني الناس عارفته أكتر أصبح فيه ناس بتعمل collection لأعماله فشفنا أنه فيه تطور كمان مش في أعماله بس لأحكمان كاسم فني جاي من القرى الإفريقية من دولة عربية أو دول عربية فقد إيه دور كمان منظم المعارض ودورك أنت هبة مهم كمان علشان يظهر فنانين زي دول ويكون ليهم كمان مكانة خاصة في الفن المعاصر بالضبط ما ده اللي بيحصل لأنه بيبقى فيه عندنا فرص إن إحنا نقابل منظمين من معارض أخرى فبالعكس يعني هو دلوقتي بقى كمان عسن مرة من المرات عملنا له في لندن وابتدأ بقى في أمستردام فبيبتدي زي ما أنت قلت عرفته تصلته الأضواء على أعماله الجميلة الحمد لله فبيبقى فيه فرصة أكتر إنه هو نظهر الشغل ونظهر المشاريع وفنه في كذا منطقة كمان في أوروبا وخصوصا اللي بيتغير فعليا لفنان زي ده بيبتدي شغله يظهر في الغرب في أوروبا القصة دي يعني الخاص بكل فنان هويته بيحكيها لأوروبا اللي بيحصل إيه هي التطورات اللي بيتغير عند الملتق إنه بيحصل إن أورادي زي ما قلتلك فيه مثلا حاجات بيوش واخدين بالهم منها أو بيشوفوها بيبتدي كمان حتة إن إحنا نبتدي نقتني أعمال ده فمتوصلي الفن لحد رأيي يعني لدول أخرى وطبعا واحدة واحدة كمان لما بيبتدي مع تاحف تقدر تقتني الأعمال فدي بتبقى فرصة كمان إن كمان فيه ناس أكتر هتقدر تشوف ويحصل نوع من الثقافة يعني أكبر يعني إنك تقدر يتوصلي الرسالة دي مش مجرد لمجموعة صغيرة أو دولة لا كمان لعدد أكبر من المشاهدين يقدر يتفرجوا عليها ويبتدوا يسألوا يعني في الآخر المسيج بتاعته توصل يعني المرة دي عرضتي طبعا لأماده الفدني وكلمتين عن أعماله المختلفة لأن هي پنتور ويعني فن تشكيلي بيحكي عن قصته أو قصة النوبة ده في أوروبا أوكي بس هل برضو زي ما قلت يعني حتى في مصر ساعة بننسى تاريخنا يعني بننسى قصة الجنوب بننسى مملكة المملكة النوبية اللي هي ما بين مصر والسودان قد إيه برضو الفن ده مهم علشان نستعيد تاريخنا لا هو فن المهم جدا لأن اللي احنا مثلا حاجة زي كده مشروع عرضناه زي ما هو وضح حاجات احنا نسينها هو بيوضح كمان اللي بيحصل دلوقتي في السودان بيبقى دي حاجة بتوضح لإيه لأن احنا واحدة واحدة كده بننسى كل حاجة والحاجة التانية أنه بيوضح لك أصولك أصلا منين والناس مثلا بتبقى نتيجة أن فيه ناس بتبص للموضوع بالنظرة مختلفة عشان فيه سبوتلايت على حاجات معينة بس بننسى أنه فيه قراردي برضو فيه ناس تانية يعني منسية في اللي بيحصل في العالم كله يعني حتى اجتماعيا سياسيا إيه اللي بيحصل كله يعني طبعا أنت عرضتي هنا في أكا في باريس قبل كده لندن وبتعرضه كمان في مصر أيضا طبعا فأنا عايز أعرف منك دلوقتي بما أنك أنت بتتنقلي بالأعمال الفنية الجميلة دي وجهة النظر الناس يعني إزاي الناس بتتلقى إن كانت في أوروبا في فرنسا في لندن في القاهرة فيه اختلاف أكيد إزاي الناس بتتعامل مع القطع الفنية دي فيه اختلاف بس هي الحاجة اللي ما بينهم كلهم إن الفن الصادق اللي جاي من القلب دايما بيوصل للناس يعني دايما يعني دايما مثلا حتى في لوح عماده كل الناس بتعجبه بها قوي اختلاف الألوان الألوان متاعته ألوانه مختلفة إنه هو بيظهر الحاجة بطريقة ممكن تكون فيها شوية هو مثلا هو بيضعن إحنا نحافظ على ثقافتنا وعلى هويتنا بس نفس الوقت الطريقة اللي هو بيستخدمها الألوان فدايما الناس بتنبهر بالألوان سواء هنا يعني في كذا حتى في كذا يعني مش بس في فرنسا في مصر في دول دي حتة برضو مهمة وهم بيتفعلوا مع اللوحة ويبتدوا يسألوا أسئلة ليه دا وليه فديك كلها بتبقى يعني نفس الحاجة هو في الآخر وتوصل لك الرسالة آه طيب أسألك سؤال تاني يمكن بطريقة مباشرة أكتر آه الفن المعاصر في أوروبا آه أو حتى في الولايات المتحدة بقى ينظروا إليه كحتى استثمار يعني فيه سوق كبير قوي وممكن من يوم وليلة فنان يبقى آه الكل عايز قطع منه علشان عارف إنه تمانا هيزيد قوي آه هل إحنا بنتعامل في المنطقة العربية بنفس الطريقة مع الفن المعاصر ولا الغايد دلوقتي هو فن غير مفهوم فن ليه بس ناسه لا بالعكس ده حتى دلوقتي حتى في طول عمره الفن هو استثمار فيه طبعا بقى وعي أكتر في الجيل الجديد وخصوصا في الفن المعاصر حتى في مصر نفسه ابتدأ الناس تبقى عندها وعي أكتر لأنه زي ما انت وضحتي هي بتبقى عبارة عن عرض وطلب فالنهار ده أنا بقى تاني عمل وبلاقي حد اشتريه تاني فالفنان بيكبر فباشتري لوحة تانية ويبتدي بقى يروح معارض دولية يبتدي يخش مثلا مزادات دولية ويبتدي فالناس بقى عندها وعي مش مجرد يعني دايما في مصر كان هي الناس مهتمية بالفن أكتر القديم اللي هو كله كانوا عمل استثمار الناتشغمخت والأسماء الكبيرة الكلاسيكية بالزبط بس دلوقتي حصل توعية وفي دلوقتي كذا حاجات تحصل في مصر اللي هي علاقة بالفن المعاصر فبقى الناس عندها هذا الوعي فالناس ناردت تقول طب ما اشتري كده كده لوحة حطها في البيت حتى لو ويبقى فيها كمان نعم الاستثمار حتى لو على المدى البعيد وده حتى ديه حتى دور مهم قوي لازم احنا كمان دورنا احنا نوضحه للناس للكولكترز كلهم يعني قد ايه مهم كمان لفنان يكون معا حد خبير في الفن المعاصر علشان يقدر يحكي الحدوتة لان متهيقلي ما الواحد يشوف قطعة فنية ممكن بالفعل يتعاطف معاها ويحس بيها ويشوف الجمال في القطعة دي ولكن ما القصة كمان بتتحكي بتزيد من جمال القطعة ان كان قطعة ديزاين او لوحة او اعمال اخرى هبة مظبوط مظبوط يعني وده دورك وده دوري ودور الناس كتير وانا شايف ان ديه حتى مهمة طبعا انك ازاي توضحي اهمية اللوحة وتشرحيها اكتر والمدى ان هو قد ايه هو ده نوع من الاستثمار مفيد يعني دي 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 مهمة جدا 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 متفرق جدا لان فيه مثلا اه ممكن عجبان يلوح بسوش فاهمة وقصده ايه كان قصده ايه ولما كمان الفنان بيششح ساعت الفنانين بيبقوا خاجولين شوية او فيه ناس تارفش تتكلم اوية عن شغلها فاحنا دورنا ان احنا نوضح حتى لو كتبنا تاكست صغير نكتب مقالة صغيرة عن الفكرة عن الهدف عن كده دي بتساعد وطبعا لما يكون فيه دور من الصحافة ويوضحوا كمان ده ده بيدي اكتر برضو تقل للمشروع او للفنان يعني بتهيق لي كل معرض بيبقى ليه روح خاصة نكهة مختلفة ايه اللي بيميزك بالنسبة لك هند المعز انا انا قل ان هو في باريس وانتي بتحبي باريس وانتي في خانكوفال لا لا الا بيف انا بماء هو اول حاجة هو معرض مش كبير اوي ولا صغير اوي بس الجودة بتاعة العرض ومنظمين المعارض فيه سواء فيكتوريا اللي هي المديرة او الفريق العمل معيها وفعلا بيهتموا اوي بالاختيارات بيهتموا اوي بالجالريز ايه نوع الفن يعني اللي يتعرض وبيدوكي كمان الدعم يعني بيدعموكي ازاي برضو يوصلوا المشروع لازاي تدعميه مظبوط يعني فذي بتبقى مهمة اوي بصراحة بس في نفس الوقت الملعب هنا قاسي وصعب احنا في باريس في باريس يعني في منافسة شريسة خاصة انه في نفس الوقت كان فيه ارت بازل بالضبط لا ديها في صراحة السنات دي كان فيه شوية تحديات لانه كان فيه ارت بازل وكان فيه ايجيا ناو وكان فيه حاجات كتيرة اوي بتحصل غالبا ايجيا ارت بازل دي تالت سنة بيتهيقلي فمسمع جامد اوي فده طبعا اثر شوية فانا بيتعقلي هما السنة الجاية لازم يعملوا في وقت تاني وقت تاني او لازم يبقى فيه نوع لانه في نفس التواريخ يعني حتى نفسي انا كجاية نفسي اشوف ارت بازل معرفتش لانه بيكون في نفس التوقيت نفس الموعيد فالموضوع شوية كان مرة دي صعب شوية فيه تشالنج يعني فيه ناس بس كده كده فيه بيبقى فيه نفس الناس اللي بيحبوا ييجوا يشوفوا كده اه بس انت عايزة ناس اكتر انت مش عايزة ناس عايزة اقولك برضو اكا عنده خصوصية لانه هو برضو بيخاطب جمهور يعني عايز يتعرف اكتر يمكن عن القرى الافريقية من خلال الفنانين وعايز يتعرف على الفن ده المعاصر اللي هو مليء بالحياة الحقيقة والقصص اللي تحكى هل لاحظتوا انه فيه يعني زوار اقل ولا الناس قدرت تدبر نفسها برضو علشان تروح هنا وهناك لا يعني ممكن اقاش تكون صريحة معاك كان فيه زوار اقل شوية عن كل سنة ارت بازل برضو ارت بازل خد شوية بس انا متأكدة ان هما هيشتغلوا اكتر السنة الجاية ويعملوا حاجة على التواريخ على حتى الطريقة ان احنا نيبقى فيه نوع من يعني يعرفوا يوفقوا يعني لان هما على طول كان بيبقى فيه ناس اكتر يعني المرة اللي فاتت كنت عندك كم كان عندك عدد من الفنانين ولا هو كان اماده السنة اللي فاتت عرضت المصطفى الحسيني ده كان فنان برضو مصري بس كان مشروع برضو مختلف خالص على ورق وعمل كان مختلف ومرة برضو عرضت الفنانين كان اماده هني راشد والسنة دي والسنة دي اماده الفني بس اه بس لان هو كان ازاي بناخد القرار ده انه يكون فنان لوحده ده هما بيسيب يعني انتي بتقدمي انتي اللي بتختاري انتي من بشوف ايه الفنانين الشغل اللي ممكن كمان يتفهم اكتر هناك ثقافة وايه اللي مهتمان هو يتعرض وبنقدم زي مشروع وبعدين بيتقبل هما فيه فيه زي لجنة لجنة تحكيم بيختاروا المشاريع بس هو بييجي من الاول من المشاركين هما اللي بيقدموا يعني انا اللي بختار انا عايز اقدم مين السناتي وهما بقدم وهما بيقبلوا بالفكرة اتكلمتي من شوية عن اعمال اماده الفدني اللي بتوصله دايما بهويته المصرية السودانية واتكلمتي كمان عن الاجواء للأسف اللي احنا عايشينها النهاردة وانه بعض القصص ساعات منسية فيه نزاعات بنتكلم عنها كتير ونزاعات اخرى للأسف اقل بنتكلم عليها اقل هل النهاردة بعد العرض ده حسيت انه فيه صحفيين كانوا فيه يعني تساؤلات اكتر حول السودان والنزاع او الحرب اللي في السودان من خلال اعمال اماده ولا حقيقي هو حصل انه كذا يعني حتى نزل في كذا في الجرايط يعني كذا حاجة عن شغل اماده وكذا حد كمهتمين بالحطة دي ودي وعش كيف برجع اقولك دي حطة مهمة انه احنا ساعات برد ندي نحط الدوق على حاجة ممكن تكون منسية يعني حتى لو مثلا ناس كتير قوي متعاطفة وكلنا متعاطفين مثلا مع القضية الفلسطينية او مع اللي بيحصل بننسى او بننسى ايه اللي بيحصل هناك عشان ما فيش الاضاءة عليها يعني صحيح هبة المعزة انا بشكرك لوجودك معنا في برنامج انا مبسلتا جدا ودايما يعني بتديني امل ومرسي جدا 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 سميرة اي شكرا لك انا فكرة كنت بتمشى في المعرض اول مرة قابلتك فيه ووقفت فعلا امام كانت اياميها صور الفوتغرافية اللي اماده وحبتها قوي وبعد كده طبعا قريت شوية واكتشفت ان هو سوداني مصري وبعد كده قابلتك والمشوار بدأ من هنا مع مونتكر الدولية فاحنا وراكي وراكي كل سنة هتكوني فاكا وكل سنة ومشكرك مرة تانية هنصلت الأدواء على أعمالك وأعمال الفنانين اللي انتي بتحتضنيهم لان هو ده اللي بيحصل ومن خلالك طبعا بيبقى فيه تركيز على شغلهم على قصصهم وكمان أكتر من كده زي ما قلت على اللي بيحصل كمان في السودان من خلال أماده الفدني شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا